عايز اتكلم معك كمان عن التعاون مع سامر جورج ودعاء عبدالوهاب وانتي عامل معيها غنيتك الجديدة اعتقد اغنيت في الليل اللي هي كانت نزلت من سنة ونص أو سنتين تقريبا وقبلها كمان كان فيه اغنية تانية اسمها فوزير مع شاعر دعاء عبدالوهاب فوزير دي تتر المسلسل في رمضان علامة استفهام بزفت رمضان 2019 انتي كمان اشتركت في دور كده في المسلس بزفت يعني دور مغنية اسمها نوران فبس وبعدها كان فيه فرصة انه طب احنا المخرج ساميح النقاش والسيناريست اسلام حافظ قالوا لي طب احنا عايزين نعمل اغنية عن فكرة المسلسل وكده ومن كده جات فوزير تترات المسلسلات مش سهلة واحنا عندنا قسامي كبيرة بتعمل تترات المسلسلات ولما بتنجح بتعيش حضرتي ازاي الموضوع اغنية لتترات المسلسل هي كانت اول تترات عملته هو فوزير فعلا وكان يعني قلنا للشعارة دعاء عبدالوهاي فكرة الاسئلة وان احنا دايما عندنا اسئلة عن الحياة والدنيا فهي عملت اغنية اسمها فوزير ولحنتها انا وسامر جوج وتاني تجربة كانت في مسلسل نمرة اثنين مع الموسيقر تامر كروان طب انتي شايفة ايه انه انتي لسه عمرك الفني طبعا صغير ايه او مبهر الحقيقة لكن صغير انك تقدمي على مسألة تترات المسلسلات مش حاجة سهلة خالص حسيتي بايه بعد مغانيتي الكترين دول محضار ايتين انا بحب قوي فكرة يعني تترات المسلسلات لان فعلا زي ما انتي قلت هي اكتر حاجة فعلا بتعيش الناس لما بترتبط بمسلسل فكمان بترتبط بالموسيقى بتاعته فانا بحب ده الحقيقة وبحب الاغاني اللي ليها قصة يعني فتترات الاغاني تترات المسلسلات اكتر حاجة بتدي كده فيها درامية جدا وبتلمس الناس قبل نوران عايزة اتكلم معك عن رؤيتك وانتي بتختاري الكافر اللي حتشتغلي عليه بتكون عاملة ازاي على اي اساس بتختاري الكافر ده وتعيدي توزيع الموسيقى وتشتغلي عليه اكتر حاجة بتخليني اختار اكيد احساسي انا بالاغنية انا بكون انا يعني حاسة بالاغنية دي قوي حاسة انا لو قلتها ممكن اقولها بشكل مختلف بتأثر فيها تكون ممكن ما تكونش تغنت يمكن كتير قوي قبل كده اللي هو فكر ناس اغنية دي ممكن كده يعني بس هو غالبا احساسي بيها يعني هو اللي بي خليني اختار الاغنية